انتهاكات قال التقرير إنها تعيد إلى الأذهان ما وصفتها بالممارسات القمعية في عهد النظام السابق في التفاصيل نشر التقرير قصصا لأشخاص قال إنهم ضحايا تلك الممارسات والتي تبدأ باعتقالات طالت خلال العام الماضي ألفي شخص وتمتد إلى أوامر بالإقامة الجبرية نالت من حرية أكثر من خمسة آلاف شخص وهي إجراءات فرضت في الكثير من الأحيان على نحو يتسم بالتمييز العرقي أو الديني